ولبن القيم المفضل باع عظيم في مدارج سالكين فهيا إخوتي للنور هيّا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله دعوني الليلة أخص أهل البلاء من المبتلين من المسلمين وقد طيبنا خواطرهم في اللقاء الماضي فكيف حال قلوبكم مع الله كيف حال الرضا في قلوبكم كيف حال الصبر في قلوبكم كيف حال الشكر في قلوبكم كيف حالكم كيف حال الحمد في قلوبكم اللهم عاف كل مبتلا مسلم اللهم اشف كل مريض مسلم اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا اللهم عافنا ولا تبتلنا اللهم إنا نسألك أن تنزل على قلوب المبتلين من المسلمين برد الصبر والرضا اللهم إنا نسألك أن ترضيهم اللهم رضهم اللهم رضهم بقضائك وقدرك وارفع عنه البلاء وأثبت لهم الأجر وارحمنا وجميع المسلمين اللهم ارزقني وجميع المسلمين حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ورفع الدرجة في الجنة إلى الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشيا آمين 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 إخوتي وقفنا مع مشاهد العبودية في البلاء وذكرنا أن المشهد الأول أن تشهد أن هذا البلاء من الله والمشهد الثاني أن تشهد أنك لست المبتلى وحدك فتأتنس فكل الناس مبتلين وإن تنوعت أنواع البلاء ثالثا أن تشهد تربية الله لعبده تعيس عبد الرخاء الذي إذا ابتلي ضجر فالله يربي عبده بالسراء والضراء بالعافية والبلاء تربية من الله سبحانه وتعالى لعبده وكانت الرابعة الفهم عن الله أن تفهم سر هذا البلاء لما ابتليت ولا تكن كالبعير عقل فلم يدري لما عقل وأطلق فلم يدري لما أطلق كما قال سلمان الفارسي رضي الله عنه الفهم عن الله قد يكون الإنسان يعني الوضع أحمد الله عفي ويشفي ابتلي بحس السيارة ورقد في السرير رجله مكسورة وإيده مكسورة أسأل الله أن يشفيه ويشفيه مرضى المسلمين بقوله وأقوله غيره أنك يا ما اتنططت برقليك وإيديك دي وروحت وجيد فأراد الله أن يحبسك أقعد بقى شوي بتضجر ليه مش صابر ليه أراد الله أن يجلسك استفق بقى افهم عن الله افهم أنه أراد جل جلاله أن تجلس تتفرغ له تذكر ربنا شوي تقرى المصحف شوي تحفظ أي تين قرآن تسمع شرطين دروس تستعيد إيمانياتك ما يبقاش أعادك وانت شاهم أعادك ليه الفهم عن الله ثم ذكرنا بعد ذلك مشهد الصبر اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين اللهم ألهمنا الصبر الجميل ودايما حين أذكر الصبر أذكر كلمة ابن القيم الجميلة إذا كنا قد حققنا مقام الصبر فهل حققنا مقام الصبر على الصبر يعني ما حتقين نصبر ونصبر على الصبر وذكرنا عشرة أسباب لجاية تجلب الصبر في قلب المسلم عشرة أسباب لجلب الصبر في قلب المسلم ثم الليلة بعد الصبر هذه الأسباب العشرة تثمن الصبر فإن قويت أثمرت الرضا والشكر احنا قلنا هم ثلاث درجات مع البلاء الصبر وفرض الرضا وهو فضل وأفضل منه الشكر إن الإنسان يرضى بالبلاء الرضا أعلى من الصبر الصبر حبس لكن الرضا إظهار السرور راضي والرضا هو استواء الحالات عنده يعني أن يستوي عنده كونه مريضا أو صحيحا كونه فقيرا أو غنيا قل لي وده ممكن آه جدا ممكن ونقول إن آفت عصرنا مش إن إحنا ما بنعملش مشكلة كبيرة أن هذه الدرجات الإيمانية صارت لا تتصور ولا تصدق مشكلة كبيرة حين نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بخمسة أجزاء في الراكعة واركوع مثل ذلك وسجوده مثل ذلك مش محدش بيعملها النهاردة لا في ناس مش مصدقة وعدت نقشها في المجالس خمس أجزاء يعني ثلاث ساعات وتلاث ركوع وتلاث سجود يبقى تسعة في الراكعتين بـ 18 ساعة والليل كله 10 ساعات يبقى الرسول جاب 18 ساعة منين دا كلام دا كلام هي تتحسب كده هي بتتحسب كده مع الله تسقط الحسابات هيجي معنا كلام النهاردة على الحكمة في تأخير استجابة الدعاء أن الأسباب تسقط سبحان الله العظيم هؤل للحسابين كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه وقفت اليوم مع هذه الآيات وخطر لي خاطر عجيب سيدنا زكريا في أول سورة مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداءا خفية قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك ولي سيدنا زكريا ذكر الأول أن جميع الأسباب لا تصلح لأن يرزق ولدا أنت فاهم يعني إيه وهن العظم وهن العظم والشيء والزوجة عقيم عاقر ييجي ولد منين الزوج وهن العظم والزوجة عاقر ييجي ولد منين هذا مستحيل عقلا لكن لما شف السيدة مريم عندها أكلها وشربها فاكهة الصيف وفاكهة الشتاء منين ده فلافتت نظرة إن عند ربنا ما فيش أسباب يخلق بغير أسباب سبحان الملك لفتت نظره هناك دعا زكريا رب لما شف دي أنها ترزق بغير حساب بغير أسباب طب وانا وانا يا رب بغير أسباب فكان هذا تقوية لليقين فهمت كان رؤيته لرزق الله لمريم تقوية لليقين أن يطلب لما رآها ترزق بغير أسباب قال وانا يا رب ارزقني بغير أسباب هي دي اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت يا رب أنت عافيت مبتلينا بلاؤهم أشد وأكبر من بلائي فعافني كما عافيتهم نرجع تاني لقضية الرضا استواء الحالات عنده ممكن إنسان تستوي الحالة حالة تان حالة الغنى والفق يعني لاقي أو مش لاقي ما تفرقش معاه جعان أو شابعان ما تفرقش معاه قولي لا مش ممكن لا ممكن قولي انت شفت كده ايوة شفت كده كتير يعني واحد تستوي عنده حالة إنه مريض أو إنه صحيح مش زعلان من المرض بالعكس مستبشر وعايش حياته ومبسوط مفيش مشكلة اه في ناس كده اه في ناس كده قولي انا ما شفتش كده العيفيك انك ما شفتش كده لكن لو اختلطت بالمتقي من المؤمنين لو وجدت ذلك ووجدته كثيرا قولي يعني انا مطلوب مني اننا لما ابني يموت ما بقى زعلان مطلوب منك انك تتألم بس ما تعترضش على الله مش مطلوب منك انك تتألم لكن بقول مسموح لك ان تتألم الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده قال ان القلب لا يحزن وان العين لا تدمع وان على فراقك يا ابراهيم لمحزنون ولا نقول الا ما يرضي الرب الرضا انه بقلبك واسع متألم للفراق وراضي بالقضاء لاثنين مع بعض في وقت واحد يعني واحد مريض بيتألم عنده قلم حاجة بتوجعه ما فيش معنى انه يتألم ولكن راضي هتيجي معنا عذابه فيك عزب وبعده فيك قرب وأنت عنديك روحي بل أنت منها أحب حسبي من الحب أني لما تحب أحب هي دي حسبي من الحب أني لما تحب أحب الشاهد مشهد الرضا والتسليم ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتاب صيد الخاطر بيقول إيه المؤمن في الشدة ينبغي أن يراعي الساعات يتفقد فيها أحوال النفس ويتلمح الجوارح مخافة أن يبدو من اللسان كلمة أو من القلب تسخط آه عايزين نرائب لسننا وعنينا وإيدينا وقلبنا ودمغنا عايزين نرائب نفسنا آه كان أحد السلف إذا خرج من المسجد قبض على يده قيل ما لك قال خشيت أن تنافق يدي أنا خفت أحسن وأنا خارج من المسجد أعمل كده يبقى شاكلي يعني فتو لم نفسه بسرعة المريض أو المبتلى محتاج يخلي باله قوي لأنه أحيانا بيطلع منه الفعظ قد تكون شبه الكفش والعياذ بالله مشكلة كبيرة إنك أنت تصدر منك كلمة يحبط بها عملك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الرجل ليقول الكلمة من سخط الله وإن الرجل ليقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين قريفا كلمة من سخط الله فالإنسان يرائب لسانه لما حد سأله عملي يرائب عينيه عمل كده الحمد لله والعمل إيه بالصبت قلتها إزاي الحمد لله ربنا شايفك وسمعك ومطلع على قلبك وعقلك ما تقولش مقصود هو يعلم أنت تقصد ولا ما تقصدش هي دي إزاي قلت الحمد لله ينبغي للمؤمن في الشدة أن يراعي الساعات يتفقد فيها أحوال النفس ويتلمح الجوارح يديه وعنيه ورجليه وحواجبه وشفيفه مرائب لأن أي حركة مرصودة ربنا شايفكم رأبك إن الله كان عليكم رقيبا مخافة أن يبدو من اللسان كلمة أو من القلب تسخط فكأن قد لاح فجر الأجر فانجاب ليل البلاء ومدح السار بقطع الدجاة من أشق الأوقات على المريض الليل ولكن ما تسألوش مني أنا آسف إن أنا أقول اسمحوا لي أقول على المريض الغافل أما المريض الزاكر لله المؤتنس بالله المحب لله فالليل هو فرحه عرسه مش قلنا المرة الفاتت في منزلة الزوق زوق التصديق طعم العده إن تصديقك وعد الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب تصديقك دي تدوء بأب الليل وأنت تناجي ربك ومولاك وأنت تحبه وتتودد إليه قل لي بس الليل طويل طويل على اللي فاضي أما اللي هيقرى فيه خمس أجزاء ويستغفر ألف ويصلي عن نبي ألف ويقول لا إله إلا الله ألف ويقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ألف ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ألف ويصلي الحداشة الركعة ما يكفيش الليل ما يكفيش الليل طويل سلبة على اللي فاضي على اللي قاعد يبص في الساعة كل خمس دقائق لكن اللي مشغول قول لي طب واللي مش قادر يعمل كده يضغط على نفسه ويعمل كده الواحد يعملها بالعافية حتى لو مش حاسس آه يعملها بالعافية حتى لو مش حاسس ومرة على مرة هيحبها ويحس بيها ويتلذت ويستمتع تقيل علي ما علش استعم بالله واضغط على نفسك ويعملها رغم انفك غصب عنك طب والألم بس بتألم خلي الألم ده زكر يعني لما رجلك توجع اقول الله سبحانك يا رب لما بطنك تمغص اقول يا ربي لك الحمد خلي أوجاعك زكر خلي آلامك توسل خلي همومك مناجاه وقرب دايما عندي الحتة بتاع أول سورة مريم دي بتعلمني ان انا اشكر ربنا واحكيله وبسله همومي ربي اني وهنا العظم مني واشتعل الرأس شايف مش هو ربنا شايف ويعلم ومع ذلك بيحكي ربنا بيحكيله كل حاجة يحكي وقول وساعتها يضيق الليل عن حكايتك يقول وَلَقَدْ رَأَيْتُ كَسِيرًا مِنَ الْمُغَفَّلِينَ لَبْنِ الْجَوْزِي بِسَيْدِ الْخَاتْرِ يظهر عليهم السخط بالأقدار وفيهم من قل إيمانه فأخذ يعترض قلت ويحك أحضر عقلك واسمع ما أقول أليس ثبت أن الحق سبحانه مالك وللمالك أن يتصرف في مملوكه كما يشاء عايزين نسأل أنت ملك لله ولا لأ اعترف قولي لأ يعني أنت تملك نفسك تملك قلبك طيب إذا الله جل جلاله منع عنك التنفس منع قلبك عن الدق منع معيدتك عن الحركة منع أمعائك عن الامتصاص ده يبني عينك دي حتة شحمة قلبك ده حتة لحمة أنت إيه لا تملك من نفسك شيء مش بتاعك أنت مش بتاعك عشان كده الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله إحنا ملك ربنا إنا لله ملك لله عز وجل يبقى أنت لازم تعترف أنك ملك لله طيب إذا كنت ملك له المالك يتصرف في ملكه كما يشاء اتنين أليس سبت أنه حكيم حكيم ولا لا جل جلال الله أحكم الحاكمي جل جلاله فلا تعترض على الله بعقلك لأن الله هو الذي خلق لك عقلك ولا تنكر الحكمة إذا لم تتوصل إليها بفهمك لا بد أن تعترف بالعجز إنك مش قادر تفهم ليه ده بيحصل فتسلم تسليم مملوك لحكيم وليس هذا بعجب فإن موسى خفي عليه وجه الحكمة في نقض السفينة الصحيحة وقتل الغلام الجميل فلما بين له الخضر وجه الحكمة أذعن فلنكن مع الخالق على الأقل كموسى مع الخضر يعني على الأقل تبقى كذا تسلم لأنك لا تعرف الحكمة فنسأل الله عقلا مسلما يقف على حده ولا يعترض على خالقه وموجده ثم الويل للمعترض أيرد اعتراضه الأقدار اعترض عملت ايه حضرتك باعتراضك أيرد اعتراضه الأقدار فما يستفيد إلا القز ونعوذ بالله ممن خزل خامسا والتي تبقى دي كام ستة هي كانت خمسة الصبر وستة الرضا سبعة الرحمة ونحن في قناة الرحمة أسأل الله أن يجعلها على عباده المسلمين رحمة قال سبحانه وتعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا مشهد الرحمة أن الله الرحيم هو الذي ابتلك يعني هذا الابتلاء الذي أصابك رحمة فإنما الذي ابتلك الرحيم أرحم بك من أمك بل أرحم بك من نفسك التي بين جنبيك أرحم بك من نفسك عشان كده سيدنا أيوب لما توسل توسل به بالرحمة رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحم ما قالش شفيني قال يا رب يا تعبان مسني سبحان الله العظيم يذكر أن سيدنا أيوب في البلاء جرت دود في جسده ومع ذلك ومع ذلك بيقول مسني ودي كلمة لللي بيعود يوصف البلاء ويضخم البلاء ويهول البلاء مسني مسني الضر وأنت أرحم الراحم قال شريح شريح ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان لله عليه فيها ثلاث نعم أي مصيبة صيبك فيها ثلاث نعم الأولى أنها لم تكن في دينك يعني لم تبتلى بالكفر لم تبتلى بكبيرة ومعصية وكفر بلاء في جسمك في فلوسك في عيالك في أملاكك كل هذا بسيط فنعم النعم الله أنها لم تكن في دينك الثانية ألا تكون أعظم مما كانت سبحان الله العظيم من الصحابي اللي دخلت أكله في رجله فقطعوا رجله وتعارك ولداه فقتل أحدهم الآخر فقطعت رجله وقتل ولده فقال اللهم لك الحمد إن كنت قد أخذت فقد أبقيت الحمد لله ربنا خد ولد وسب لي ولد وخد رجله وسب لي رجل الحمد لله أنا ما خدش الاثنين الحمد لله ما تقطعوش الرجلين عشان كده أحد إخواننا حين بتلي في عيني أسأل الله عز وجل أن يلهمه الصبر فالحمد لله إنك بتقدر تمشي الحمد لله إنك بتسمع الحمد لله إنك أنت فيك صحة الحمد لله فالشاهد أنها أخف أنها أخف من غيرها أنها لم تكن أعظم من ذلك الوادي انتظار البلاء أصعب من البلاء هو كتب في أم الكتاب إن دها يحصل حصل خلصنا خلاص فدي نعمة أنها مرت بفضل الله عز وجل إخوتي إننا حين نبتلى نسأل الله العافية ينبغي أن نشهد بقلوبنا رحمة الله بنا مشهد الرحمة مشهد المنحة في طي المحنة بأن نوقن أن منع الله هو عين العطاء الله جل جلاله حين يمنع يعطي في المنع أصيب رجل من السلف بقيح في رجله فأشفق عليه صديق له فقال المريض الحمد لله أنه لم يخرج في عيني أو في دبري وهذا أيضا من رحمة الله سبحان الله العظيم ابتلي رجل بفقد عينيه فقال له رجل من العواد ما أصعب العمى على من كان بصيرا فقال له والله لوددت أن الله وهب لي كنها محبته ثم لم يبق لي جارحة إلا أخذها شوفي الناس اللي بتفهم بيقول له إيه والله لو ددت أن الله وهب لي كنها محبته إن ربنا يحبني ويخليني أحبه كما ينبغي ثم لم يدع لي جارحة إلا أخذها يحبني ويخليني أحبه وبعدين يأخذ إيديا ورجليا وعنايا ووداني ومناخيري واسناني وما يخل ليش حاجة خالص كفاية علي حبه سبحان الله العظيم لما نفهم التعامل مع الله عشان كده كنت بقول أهل المدارج مدارج السالكين الناس اللي معانا في مدارج السالكين الناس اللي بيستمتعوا بالكلام ده يتزوقوا الكلام ده يعيشوا الكلام ده إن جيد درجة عالية من درجات الإيمان كل الناس مش مطالب إنه كل الناس يعيشوها ولا يقدروا عليها دي لخواص المؤمنين وانت من خواص المؤمنين قول لي لا ده أنا غلباء انت من خواص المؤمنين ابقى ابقى فاشهد رحمته سبحانه تخفف عناءك وترطب ألمك سنعوز تمانية مشهد ملاحظة الجزاء ومطالعة السواب ورجاء الآخرة مشهد صلى الله عليه وعليه وصحبه يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقارض يوم القيامة يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب اللي بتولي وقالي الحمد لله ربنا يبنيله بيت في الجنة اسمه بيت الحمد فييجي الناس يوم القيامة يقول يا بختك يا عم يقول لهم يا بختي النهاردة لكن ما شفتنيش وأنا بتقطع في الدنيا يقولوا يا ريتنا كنا تقطعنا في الدنيا حتت ولقينا اللي انت خدت ده يود أهل العافية لو أن جلودهم قد قرضت بالمقارض كانوا تقطعوا حتت بالمقصات ثواب الصابرين لا يعد ولا يحصى يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار ثم يغمس في النار غمسه ويخرج فيقال هل رأيت نعيما قط هل مر بك خير قط فيقول لا وعزتك يا رب ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة بأشد الناس بؤسا من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسه يصبغ في الجنة صبغة يتغرق في الجنة كده ويطلع ثم يقال هل مر بك بؤس قط هل رأيت شقاء قط فيقول لا وعزتك يا رب يوم القيامة يوم ما تصبغ في الجنة صبغة أو تغمس في الجنة غمسة ستنسى كل هذا اللهم ارزقنا الجنة وفكرك أروح أزورك كده في قصرك في الجنة وانت قاعد على نهر من أنهارها حط يدي على كتفك كده وقولك فاكر تقولي لا مش فاكر ياد يوم كنت تقول الله والله ما حصل شكلام ده هتقوله وعزتك ما مر ببئس قط ولا رأيت شقاء قط لحظة واحدة في الجنة ستنسيك كل هم ستنسيك كل كرب ستنسيك كل ألم كل نكد إذا دخلت الجنة الله برزقنا الجنة يا رب يقول ابن الجوزي لا ينبغي للمؤمن أن ينزعج من مرض أو نزول أو نزول موت وإن كان الطبع لا يملك إلا أنه ينبغي له التصبر ما أمكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتصبر يصبره الله ومن يستعف يعفه الله فالصبر بالتصبر تصبر يصبرك الله إما لطلب الأجر بما يعاني أو لبيان أثر الرضا بالقضاء وما هي إلا لحظات ثم تنقضي وليتفكر المعافى من المرض في الساعات التي كان يقلق فيها أثناء المرض أين هي في زمان العافية قلتلك الكصة دي زمان إن أنا في مرة كنت زمان ما كنت مسافر بعمل في السعودية وأردت إن أنا أعمل لنفسي طعام يعني فالمهم المقلاة فيها زيت بيغلي وروحت أنا حادف الحاجة اللي عايزة إليها فطلع الزيت على إيدي فحرقت يدي فكنت في الصلاة ما قدرش أحط إيدي على التانية كده فسبحان الله العظيم كنت أيام البلاء أقول يا ترى يعني هي متعة وضع اليدين على بعض كانت شكلها إيه الشاهد الآن فين أيام البلاء بقى والألم ده خلاص الحمد لله ما فيش اتنست اهو كده شوية صبر وتعدي وتتنسي وخلص البلاء ابن الجوز بيقول إيه كما تذهب يذهب البلاء ذهب البلاء وحصل السواب كما تذهب حلاوة اللذات المحرمة ويبقى الوزر يمضي زمان التسخط بالأقدار ويبقى العتاب وهل الموت إلا آلام تعجز النفس عن حملها فتذهب فليتصور المريض وجود الراحة بعد رحيل النفس وقد هان ما يلقى كما يتصور العافية بعد شرب الدواء المر فالسعيد من وفق لاغتنام العافية ثم يختار تحصيل الأفضل فالأفضل في زمن الاغتنام وليعلم أن زيادة المنازل في الجنة على قدر التزيد من الفضائل هنا والعمر قصير والفضائل كثيرة العمر قصير والفضائل كثيرة فليبالغ في البدار فيا طول راحة التعب فيا طول راحة التعب ويا فرحة المغموم ويا سرور المحزون إذا رأى الأجر والثواب سبحان الله أما تشوف الأجر وثوان ربنا على الصبر هذا يذهب كل حزنك ويمحى كل ألمك ومتى تخايل دوام اللزة في الجنة من غير منغص ولا قاطع هان عليه كل بلاء وشدة يا لما ندخل الجنة وننظر إلى وجه الله الكريم في الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب تسعة وهو الأخير التفكر في أسرار تأخر الإجابة أنا خايف لكن طولت عليكم في الموضوع ده موضوع البلاء بس أنا بطلطف على المبتلين وبمسح على رؤوسهم وبدع لهم نحتاجين أنه يسمعوا كلام ده مرة واتنين وثلاثة وخمسة وعشرة عايزين بقى نختم الليلة بالكلام عن سر تأخر استجابة الدعاء إيه سر واحد يقول أنا الصبر 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 لحد إمتى عديني صبرت قلتلي توب عديني توبت ادعي ربنا أنا دعيت وبعدين وبعدين لحد لحد إمتى أنا أفضل صبر إمتى بقى ربنا يستجيب دعاي حسيب ابن الجوزي يرد عليك مرة واثنين وثلاثة اسمع يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله رأيت من البلاء العجاب أن المؤمن يدعو فلا يجاب رأيت من البلاء العجاب أن المؤمن يدعو فلا يجاب فيكرر الدعاء وتطول المدة ولا يرى أسرا للإجابة ابن الجوزي يقول إيه خذ الجملة دي فينبغي له أن يعلم أن هذا أيضا من البلاء الذي يحتاج إلى الصبر يبقى دلوقتي عندك بلائين بلاء المرض وبلاء تأخر استجابة الدعاء الاتنين محتاج صبرين عندك بلائين بلاء الدين وبلاء تأخر استجابة الدعاء في تسليل الدين عندك بلائين بلاء عدم الزواج أو عدم الإنجاب وبلاء تأخر استجابة الدعاء نحتاج صبر على ده وصبر على ده صبرين يقول وما يعرض للنفس من الوسواس في تأخير الجواب مرض يحتاج إلى طب النفس تعد توسوس لبقى قلت لكم قبل كده أن واحدة مر بها العمر 35 سنة ولم تتزوج ولا 36 فقالت لي أنا هو أنا بطلب من ربنا حاجة صعبة ولا حاجة وحسن يقول له يا رب زوج يعفني طب دي فيها إيه زي بقول كده مرض بقى كده هي مريضة محتاجة طب محتاجة تتعالج زي بقول كده اللي بيسأل ربنا وربنا ما استجبش دعاو مريض مبتلة محتاجة يتعالج قال فهذا مرض يحتاج إلى طب ابن الجوزي يقول له ولقد عرض لي من هذا الجنس إيه ده هو اللي زي ابن الجوزي برضو بيبتلة برضو بيدعو ويتأخر استجابة الدعاء ها سبحان الله العظيم اما تفكر ان في حد ولو انه مستجاب الدعوة يجاب في كل ما يدعو ابدا مستحيل قال له مسيدنا النبي هو صلى الله عليه وسلم حبيب الله خليل الله سيد ولدي آدم سبحان الله العظيم غلام اصحاب الاخدود غلام اصحاب الاخدود كان يبرئ الاكمه والابرص ويداوي من جميع الامراض قال له رجل اعمى قال له ان انت امنت بالله دعوت الله فشفاك فامن فدع الله له فرد الله عليه بصرة ومع ذلك لما سلط عليه الملك ذبح شيخه امام عينيه اسم نصي وضع المنشار في مفرق رأسه حتى سقط شقاه وذبح صديقه قدام عينيه ولم يستجب دعاء الغلام في انقاذ الرجلين يبقى ان تفكرش انه مستجاب الدعوة يستجاب له في كل ما يدعو به لا ليس لاحد ان يتألى على الله ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون حدث له عند ربنا صحة تعالى ان يأمر او يسترد الكل عبيد ذلك ابن الجوزي يقول ايه نزلت بي هذه النازلة ايه اللي حصل لك يا ابن الجوزي قال ايه فانه نزلت بي نازلة فدعوت وبالغت في الدعاء فلم ارى الاجابة نزل بي بلاء يدعي مفيش ويبالغ وامثال ابن الجوزي بقى يعني من العلماء عندهم مفاتيح ابواب السماء يعني عندهم من الصالحات التي يتوسلون بها وعندهم من العلم ما يعرفون به وعندهم من البلاغة ما يتكلمون به وعندهم من الانس بالله والود بينهم وبين الله ما يجعلهم يناجون الله امثالنا او امثالي جهال جاء انا جاهل يكلم يكلم كلمتين وينقطع ما بيعرف شي لكن امثال ابن الجوزي اما ترى بقى كلامه فالشاهد اذا كان ابن الجوزي بيقولك دعوت وبالغت فلم ارى الاجابة يقوله فاخذ ابليس يجول في حلبات كيده فتارة يقول الكرم واسع والبخل معدوم فما فائدة تأخير الجواب فقلت له اخسأ يا لعين فما احتاج الى تقاضي ولا ارضاك وكيلا اشكال كبير انك تعد تدردش مع ابليس وانا قلت الكلام ده زمان ان احيانا تلاقي واحد ابليس جاي وسويسله يقوم بقى يقعد معه ابليس كده يدخ يشاب سجارتين هو ابليس ويتكلم مع بعض وهو يقول وابليس هو يغني ابليس يغني وهو يهد عليه ده اكبر خطر على دينك ساعة ما ابليس يوسويس لك اقطع ايه في الباب تماما ابن الجوز قال له ايه اخسأ يا لعين فما احتاج الى تقاضي قال له انها حاكم ربنا هقول له لا ليه اخرت ليه لا احتاج الى تقاضي ولا ارضاك وكيلا وانت بقى اللي هتتكلم اخرس اخرس هس امشي من هنا انقطع خالص اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واما واما قال ثم عدت الى نفسي فقلت اياك ومساكنة وسوسته فانه لو لم يكن في تأخير الاجابة الا ان يبلوك المقدر في محاربة العدو لكفى في الحكمة الله كلام زي الفل قل لي قل تاني تدفع كام الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيقول ايه يقول الشيخ اياك ومساكنة وسوسته اوعي نفس تميلة آه صحيح والله الكرم عظيم والبخ لمعدوم والله كلام برضو صحيح فما فائد التأخير الجواب اياك ومساكنة وسوسته فانه لو لم يكن في تأخير الاجابة الا ان يبلوك المقدر في محاربة العدو لكفى في الحكمة يعني ربنا بيمتحنك هتبقى مع ربنا ولا مع الشيطان على ربنا هذه الحكمة في البلاء الحكمة في تأخير الدعاء لو ما كانت في حكمة لدي كفاية ذلك ربنا سبحانه وكان الكافر على ربه ظهيرا ظهير للشيطان على ربنا انت هتيك مع الشيطان على ربنا هتصدق الشيطان واتكذب ربنا هترضى بالشيطان وما ترضاش بقدر ربنا استعز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو لم يكن في تأخير الاجابة الا ان يبلوك المقدر في محاربة العدو لكفى في الحكمة فقالت فسلني طب قول لي حاجة تصبرني النفس فسلني عن تأخير الاجابة في مثل هذه النازلة قول لي حاجة تصبرني على المصيبة دي فقلت قد سبت بالبرهان ان الله مالك وللمالك التصرف بالمنع والعطاء وانت مملوكة فلا وجه للاعتراض الثاني انه قد ثبتت حكمته بالادلة القاطعة فربما رأيت بيكلم نفسه فربما رأيت الشيء مصلحة لكن الحق ان الحكمة لا تقتضي وقد يخفى وجه الحكمة يقول كده ان انت شايف ان المصلحة ان اعطى فلوس وان هلعب بها هسد ديوني انت شايف المصلحة كده لكن الحكمة اللي تعطي انت متعرف هاش ايه الحكمة يقول ايه وقد يخفى وجه الحكمة فيما يفعله الطبيب من اشياء تؤذي في الظاهر ولكن انه يقصد بها المصلحة فلعل هذا من جاك مش شرط انك تعرف الحكمة وكل ما الدكتور يعمل حاجة طب ليه ده شغلي الله هو الطبيب جل جل فحين يقضي عليك قدر هذا هو القدر النافع بس انت متعرف الثالث انه قد يكون التأخير مصلحة والاستعجال مضرة سبحان الله العظيم قد يكون التأخير هو المصلحة ان يتأخر اربعة قد يكون امتناع الاجابة لآفة فيك فربما يكون في مأكولك شبهة او في قلبك وقت الدعاء غفلة او تزاد عقوبتك في منع حاجتك لذنب ما صدقت في التوبة منه الله الله كريم سبت وانه سبحانه لا يمنع الا الحكمة نبدأ نذور بقى في الحكمة قد يكون امتناعي الاجابة لآفة فيك يا نفس ربما يكون متأكل من حرام والأكل من حرام يمنع استجابة الدعاء وذكر الرجل أشعث أغبر يصيل السفر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغزي بالحرام فأنا يستجاب له قد يكون الأكل في حت حرام لا ده احنا بنتحر الحلال 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 يعني ولا شبه حتى قد يكون هناك غفلة سرحان أثناء الصلاة فلوس ما بيطلعش عليها زكاة رحم مقطوعة تضييع بعض الفرائض ارتكاب بعض المعاصي والذنوب غفلة تمنع استجابة الدعاء أو ذنب مصر عليه وذا دايما أشير إلى كثير من إخواني المبتلين أقول له فيه مصيبة بينك وغير ربنا لازم تدور فيه زنب مصر عليه وكلهم بيقولوني لا ما فيش كلهم وأنا متأكد أن فيه زنب مصر عليه صلاة فريضة بتضييع كل يوم الفجر أو الظهر أو المغرب فيه صلاة بتضييع فيه واحد مقطوعة لم توصل أبدا مصر على قطعها فيه معصية معينة بترتكب كل يوم إحنا بنقول إيه إن فيه واحد بيكعبل كل يوم في زنبين ثلاثة مختلفين النهاردة قعد قعدة كد بكد بكرة ماشي في الشرع بص على واحدة بعده لقى صورة في الجرنان بص عليها معاصي مختلفة وبيتوب ويستغفر رب من يغفر له لكن اللي مصر على معصية معينة كل يوم يعملها 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 هو ده الخطر المعصية المعينة اللي مصر عليها هو ده الخطر اللي تنزل بسببه عقوبة تزاد عقوبتك في منع حاجتك لذنب ما صدقتي في التوبة منه قد يكون على علاقة بوحدة بيكلمها بيبعدلها رسائل بيرن عليها بي زملته في الشغل جارته في البيت مش عارف ايه كل يوم بيبص او الى اخره تعلق القلب بشخص معصية تزداد العقوبة ويمنع استجابة الدعاء لهذه المعصي الخامس نمر خمسة في فوائد تأخير اجابة للدعاء انه ينبغي ان يقع البحث عن مقصودك بهذا المطلوب واحد بيدعي ربنا ان ربنا يدي له فلوس طب عايز الفلوس ليه واحد بيدعي ربنا انه يتزوج طب انت عايز تتزوج ليه واحد بيدعي ربنا ان ربنا يشغاله الشغلان الفلانية او او الى اخره ان يبحث ان يقع البحث عن مقصودك بهذا المطلوب عايز ده تحديدا اللي بتطلبه في الدعاء ليه فربما كان في حصوله زيادة اسم او تأخير عن مرتبة خير فكان المنع اصلح جميلة دي انت بتطلب وما تعرفش عاقبة المطلوب روي عن بعض السلف انه كان يسأل الله الغزو فأتي في المنام انك ان غزوت اسرت وان اسرت تنصرت بقول دايما استدل في الموطن ده بالسيدة عائشة رضي الله عنها كانت حبيبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل من احب الناس اليك قال عائشة قيل فمن الرجال قال ابوها فالسيدة عائشة احب الناس الى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السيدة عائشة لم ترزق اولادا من النبي صلى الله عليه وعلي وصحبه وسلم والرسول معلوم انه كان بينجب انجب من السيدة خديجة وانجب بعديها من مارية فالشاهد ان الرسول كان بينجب وهي كانت بكر تنجب في اسم وانع لكن لم ترزق ولم يثبت قط انها قالت لرسول الله ادعو لي ان ارزق ولدا منك فيش حديث قال لنا كده ابدا عمرها ما قالت للنبي انا محبك ونفس في حتة منك ان انا قونج بولد منك ما حصلش مش عجيبة دي ليه آه لانها حبيبتي النبي ففرغ هالله للنبي متفرغ لحب النبي فلا يأخذ الولد شعفه من قلده متفرغ الخدمة النبي مات بين سحري ونحري تعلمت الطب من كثرة ما مردت النبي متفرغ الخدمته متفرغ للعلم الشرعي اقرأ استدراكات عائشة على الصحابة الصحابة يقولوا حاجة سنعيش تقولوا لا غلط ده النبي قال كذا فتفرغ لهذا انها لم تنجب تفريغ السيدة مريم انها لم تتزوج لتنجب نبيا لتربي نبيا سبحان الله فقد يكون عدم زواجك تفريغ لحفظ القرآن لتدريس القرآن للدعوة الى الله لتربية اولاد المسلمين للارامل ايضا والمطلقات التي عندهن اولاد قد يكون تأخير زواجك رغم انك تدعين وتسألين الله الزواج ان الله يفرغ لتربية اولادك دول انشاغلي بهذا انشاغلي بما فتح لك من طاعات في حفظ القرآن في تعلم العلم الشرعي في الدعوة الى الله وتعليم الناس في تربية الاولاد في خدمة المسلمين وتوزيع الصدقات للفقراء واعانة المحتاجين يبقى الانسان حين يرى المنع يفكر يمكن هو المنع ده تفريغ للطاقة في جانب اخر في خير اخر لعل هذا الذي تطلبينه فيه زيادة اثم او تأخير عن مرتبة خير فكان المنع اصلح السادس انه ربما كان فقد ما تفقدينه سببا للوقوف على الباب واللجأ وحصوله سببا للاشتغال به عن المسؤول وهذا هو الظاهر بدليل انه لولا هذه النازلة ما رأيناك على باب اللجأ سبحان الله العظيم تأخير الدعاء كأن ربما يقول تأخير استجابة الدعاء كأن الله عز وجل يقول ادعي كمان خليك واقف كمان شوي وانا بقول دايما ان بعد ايام البلاء تجد الانسان يقول ياه فين بقى ايام السجود والوحي كان بيدعي وقلبه فين ايام ما كانت الدمعة قريبة والانكسار الظاهر سبحان الله العظيم فتأخير اجابة الدعاء لتطويل الوقوف على الباب لتكسير الدعاء وصدق اللجوء فالحق سبحانه علم من الخلق اشتغالهم بالبر عنه الانشغال بالنعمة عن المنعم فلزعهم في خلال النعم بعوارض تدفعهم الى بابه يستغيثون به فهذا من النعم في طي البلاء وانما البلاء المحب ما يشغلك عنه اما ما يقيمك بين يديه ففيه جمالك هو ده ايه وعد فكر ان تأخير استجابة الدعاء في ضرر بالعكس في فايدة ده خلك قربت اكتر وتضرعت اكتر وطلبت اكتر وبكيت اكتر وانشغلت عن المعاصي والزنوب وعن الدنيا اكتر وتخلصت من حياتك كتير قوي عشان تحصل كل اسباب استجابة الدعاء يبقى كل ده خير وكل ده نعيم وكل ده نعم وكل ده فضل وكل ده رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله واذا تدبرت هذه الاشياء تشاغلت بما هو انفع لك من حصول ما فاتك من رفع خلل او اعتزار من زلل او وقوف على الباب على باب رب الارباب يقول وانا نزلت 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 في شدة واكثرت من الدعاء اطلب الفرج والراحة وتأخرت الاجابة فكان ذلك افرح لقلبي واقرب الى الفرج هو ده انا مش عايزك تنزعد من تأخر استجابة الدعاء بل استبر حقك مقام الصبر على الصبر بكده نبقى انتهينا من قصة البلاء وتطييب قلب المبتلة ومشاهد العبودية في البلاء ونلتقي في اللقاء القادم لننتقل بأه الى مطالعة الجناية تصح بسلاسة اشياء نلتقي في الاسبوع القادم احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته